ده تقرير سريع عن المواصفات الحقيقية المسربة لجالاكسي نوت 10 بلاس تابعون انا مش هايز اخلي الفيديو طويل وممل احنا نتكلم باختصار عن المواصفات المؤكدة فعلا لجالاكسي نوت 10 المنتظر الجهاز الجديد المنتظر من جالاكسي فئة النوت ده الشكل الحقيقي للجهاز المنتظر المنتظر ده الرندرينج او تخيل ببرامج 3D لتخيل الجهاز وده الشكل الحقيقي فعلا للجهاز دي او صورة مصربة حقيقية للجهاز بكاميرا في منتصف اعلى الشاشة يعني طبعا احنا عارفين انه اوبوت غلبت على فكرة الكاميرا اللي في اعلى المنتصف بكذا طريقة منها مؤخرا ان هي اخفتها تماما وراء الزجاج بقى ما فيش لها وجود تماما ممكن نشوفه بعينك ولكن لسه فئة النوت 10 هيجي فيها نفس الكاميرا شبه اللي موجودة في الاس 10 بلاس كاميرا السيلفي في اعلى منتصف الجهاز وده مرة تانية الشكل الحقيقي لوجهة الجهاز بشاشة كبيرة مميزة جدا وده الصورة المهزوزة الوحيدة اللي تسربت لخلف الجهاز وهي بالضبط اللي تحاكيها صورة الريندرينج او الصورة المعمولة بال3D في نفس الشكل ده هتكون الكاميرات افقية مش عفوا رأسية مش افقية علشان يخلوا مكان اكبر للبطارية فهتكون الكاميرات تحت بعض علشان البطارية بتاعته هتكون اكبر من السابق كمان هيكون بيدعم الشحن السريع لحد 45 واط دي حاجة حلوة قوي انه هيكون بيشحن بسرعة جدا جدا عن المسبوق والتطويري كمان الكبير في الكاميرا انها هتكون بفتحة عدسة بتتغير على 3 مراحل مش على مرحلة واحدة او مرحلتين زي ما شوفنا في الاجهزة اللي قبل كده فدي الـ 3 ابعاد اللي هتتغير بهم الكاميرا من 2.4 الـ 1.8 الـ 1.5 وهتختلف فتحة العدسة اوتوماتيكيا حسب ظروف الاضاءة اللي انت بتلتقد فيها الصورة لان هو ده اكبر عامل مؤثر طبعا في الكاميرا قد ايه بتقدر تلتقد اضاءة وبالتالي الكاميرا تكون بتتغير من فتحات العدسة الثلاثة دي باختلاف الاضاءة الموجودة يعني ده اهم المواصفات وده شكل تاني بالـ 3D لشكل الجهاز من الخلف تقريبا ده الشكل الحقيقي للجهاز ده باختصار كل حاجة فيه ميزة كمان مهمة هيعملوها انه هيكون الجهاز تقدر تعرضه مباشرة على الكمبيوتر على شاشة الكمبيوتر بتاعتك هيكون فيه انترفيس او فيه بروتوكول خاص للموضوع ولكن هتقدر تعرض موبايلك على الكمبيوتر على طول المباشرة وتعرض الاسكرين والبرامج وتقدر كمان تعمل امبورت وإكسبورت الجهاز بدون كابلات هي دي الميزة انه هيكون عن طريق فقط الواي فاي شاشة الجهاز هتكون 6.7 انش Quad HD Plus شاشة تقريبا غير مسبوقة ومعد اطلاق الجهاز غالبا 90% هيكون 7 اوجست 2019 7 اغسطس فمعدنا مع النوت 10 في 7 اغسطس ده كل حاجة باختصار عن تسريبات المؤكدة لجالاكسي النوت 10 اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى يكونوا لقيتوا فيه معلومة مفيدة تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتشترك في قناتي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله